موسيقى السلام عليكم ورحمة الله و اهلا بكم مشاهدينا في اخبارنا المحلية من قناة عدن الفضائية دشنا محافظ حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية الوارك النفر سالم البحسن بالمكلة توزيع خمسة قارب صيد كبيرة عباري مزودة بكامل اجهزة الملاح البحرية مقدمة من الحكومة الكويتية عبر جمعيات الكويتية للاغاثة تنفيذ مؤسسة استجابة لأعمال الانسانية الاغاثية لخمسة وسبعين اسرة مستفيدة بمحافظة حضر موت بكلفة بلغت اربعمائة وخمسة وعشرين الف دولار يأتي هذا المشروع مساهمة من الحكومة الكويتية للمساهمة في تحسين المستوى المعيشي لأسر الصيادين المتضررين من الكوارث الطبيعية التي ضربت المحافظة وأعرب المحافظ عن شكره وتقديره وأبناء محافظة حضر موت كافة لأمير وحكومة وشعب دولة الكويت العظيم لاستمرار دعم المحافظة وتحسين سبول العيش لفئة المجتمع المختلفة مؤكدا أن هذا العمل يحظى بتقدير السلطة المحلية وأبناء حضر موت دشن محافظة حضر موت اللي أركن فرج السلامين البحثني بالمكلة ورشة علمية حول استراتيجية ترويج استخدام واستثمار الطاقة الشمسية في خفض العجز في توليد الكهرباء في حضر موت بين الإمكانات المتاحة والتحديات وفي الورشة التي حضرها عدد من المختصين والأكاديميين ورجال الأعمال ومديرية المديريات أكد البحثني أن الورشة تأتي وفقا لتوجهات السلطة المحلية بالمحافظة لوضع معالجات للصيف القادم في قطاع الكهرباء وإيجاد الحلول الممكنة لضمان استقرار خدمة الكهرباء للمواطنين ولفت المحافظ إلى ضروة مواكبة التوجه العالمي في التخلص النهائي من إنتاج الطاقة الكهربائية المعتمدة على الوقود الأحفوري كالنفط والغاز واستبداله بمصادر نظيفة للبيئة كالطاقة المتجددة بكافة أنواعها وخاصة الطاقة الشمسية للوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة تفقد محافظ حضر موت لا وركن فرج السالم البحثني سير التجهيزات النهائية بمشاة جديدة بمنطقة خلف بالمكلة لنقل وحدة عسكرية للمشاة الأسبوع القادم حيث وطاف المحافظ بمكاتب المشاة التي تم تأهيلها بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة متفقد المستوى الانجاز واستكمال المشاة والتحضيرات لنقل الوحدة العسكرية إليها وأعلن المحافظة للقطاع الشبابي والرياضي عن قرب تسليم بيت الشباب والصالة الرياضية بمنطقة خلف لمكتب الشباب والرياضة بساحة لحضر موت مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بهذا القطاع والسعي الحثيث لتسليم هذه المشاة للقطاع الشبابي والرياضي ناقش محافظة محافظة الحديدة دكتور الحسن طاهر مع مدير مكتب الأمم المتحدة الشيون الإنسانية الأوتشا في اليمن سجاد محمد الأوضاع الإنسانية في المحافظة وسأرض المحافظة طاهر خطط المحافظة لمعالجة الوضع الإنساني في المدريات المحاررة خاصة في المناطق النائية مؤكدا أهمية تقديم الدعم الآجل في المجال الصحي والمياه والغذاء والتغذية الحاد لافتا إلى تحديات الصعوبات التي تواجه المحافظة في تغطية الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف خصوصا في ظل استمرار تدفق النازحين من المناطق الواقعة تحت سلطرة مليشة الحوثي الإرهابية من جانبه ثمن مدير مكتب الأمم المتحدة لأشهر الإنسانية جهود السلطة المحلية بمحافظة الحديدة المقدمة للمنظمات وسير أعمالها وأكدا اهتمامهم بالمحافظة والتركيز عليها في خطة الاستجابة الإنسانية الطارية للعام 2020-2021 ترأس وكيل أول لمحافظة عدن محمد نصر الشاذري اجتماعا لمناقشة الإشكاليات إشكاليات الازدحام المروري بالعاصمة عدن بحضور وكيل المحافظة لشؤون الناقل خالد الجعي ميلاني ومدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي وقائد الحزام الأمني جلال ربيعي والعميد جلال ديان مدير عام شرطة السير ومدير عموم المدريات الأشغال العامة وفرع الهيئة العامة للنقل ومكتب النقل والتخطيط والمالية ومدير عام مكتب محافظة عدن والجهات المختصة وأكد الشاذري حرص قيادة المحافظة على سرعة معالجة إشكاليات الازدحام والاختناقات المرورية بشكل عاجل وشدد على أهمية التزام الجميع بما خرج به الاجتماع من إجراءات وقرارات لخدمة عدن وتخفيف حدة الازدحامات والاختناقات المرورية خصوصا في الجولات والشوارع والخطوط الرئيسة وشدد الشاذري على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المختصة ومدراء عموم المدريات والأشغال المرور لإعادة النظر في التصاريح الممنوحة لأصحاب المحلات التي تتسبب في الازدحام ووقف منح أي تصريحات جديدة ما لم يوجد موقف خاص للسيارات كما أكد أهمية الانتزام بالإجراءات المقرة لخطوط والزمان السير الشاحنات والقاطرات الخارجة من وإلى ميناء عدن حيث أثري الاجتماع بالنقاشات المستفضة والمقترحات بالحلول المعالجات الكثير من النقاط والمحاول المطروحة في برنامج الاجتماع وأقرى الاجتماع عددا من الإجراءات التي تصب في الصالح العام تفقد وكل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي مبنى السلطة المحلية بمديرة الشيخ عثمان حيث اطلع من مدير عام المديرية الدكتور سامو عاوية سعيد السالم على سير العمل في مدرية الشيخ عثمان والجهود والإنجازات التي تمت خلال الفترة القليلة ماضية في جميع المجالات الخدمية والأمنية وأشهد وكل أول عدن بجهود مدرية المديرية لتطبيع الأوضاء الخدمية والأمنية في المدرية التي تعاني من الازدحام السكاني والإقبال الكبير للوافدين إلى المدرية ذات الحركة التجارية النشطة إلى ذلك رحب مدير المدرية بزيارة الوكيل وكيل أول عدن مؤكدا اهتمامه بتوفير خدمات البنية التحتية في المدرية وتعزيز الوضع والاستثباب الأمني من جانبه أكد قائد قوات الطوارئ استعداده في التعاون لضبط المخلين بالأمن والاستقرار لتحقيق السكينة العامة لكافة المواطنين دشنا وكيل محافظة شبوه دكتور عبدالقويل أمروق في مستشفى عتق العام فعاليات المخيم الطبي الأول في معالجة جراحة المخ والأعصاب ومن مختلف الأعمار وذلك في إطار المشروع الطبي التطوعي التابعي لمركز الملكس المالي لغاثة والأعمال الإنسانية ويشارك في المخيم الذي من المقرر أن يستمر حوالي أسبوع نخبة من الأطباء والاستشاريين السعوديين المتخصصين في هذا المجال وفي تتشين أكد الوكيل أمروق على الأهمية الكبيرة لهذا المخيم لإجراء مثل هذه العمليات التي تكلفت تكلفاتها باهظة مشهدا بجهود مركز الملكس المالي والمشاريع الإنسانية التي ينفذها بالمحافظة من جانبه استعرض كبير الجراحين في المخيم الاستشاري إبراهيم السبيتي الإجراءات الطبية المتبعة في خدماته للمرضى لافتا إلى أن الفريقة سيتولى معاينة الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية لحالات أورايم المخ والاستسقاء الدماغي وإصابات الرأس حضر التتشين مدير عام مستشفى عتق الدكتور خالد العياشي ونائب مدير صحة شبوى الدكتور علي ذيب ومدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بمكتب صحة شبوى الدكتور علي بافقير دشن الوكيل المساعد بمحافظة شبوى سالم الأحمدي وبحضور مدير عام مطار عتق الدولي سالم حامد عملية دخول ثلاث عربات إطفاء للخدمة بالمطار عقب استكمال صيانتها وإصلاحها من قبل فريق هندسي من الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد بتمويل محلي أكد الوكيل الأحمد أهمية إعادة هذه العربات للخدمة منوها بأهميتها في منظومة الخدمات الأساسية بالمطار لافتا بإمكانية الاستفادة منها في مكافحة الحرائق في مدينة عتق حاثا استكمال ما تبقى من مشروعات البنية التحتية للمطار وشددا على دورة لزام الشركة المقاولة بإصلاح التشققات في مدرجاته والإسراع في تنفيذها وجدد الأحمد التأكيد على حاجة المحافظة لهذا المرفأ الجوي الهم وتطلع إلى تشغيله في أقرب وقت ممكن وكان الوكيل الأحمد قد اطلع على الإضافات التقنية الحديثة التي جرى تزويد غرفة برج المراقبة الجوية بالمطار بها أقرت اللجنة الإشرافية لإقامة معرض مأرب الأول للكتاب والفعاليات المصاحبة في اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الإدارية عبدالله الباكري تحددها يوم العاشر من فبراير الجاري لإقامة المعرض الذي سيعرض خمسة عشر ألف عنوان بمشاركة عشرين دار نشر محلية وعربية إلى جانب مشاركة شخصيات ثقافية وأدبية وفنية وسياسية في الفعاليات المصاحبة للمعرض وتطرق الاجتماع إلى البرامج العام للمعرض الذي سيستمر عشرة أيام الفعاليات المصاحبة والترتيبات اللازمة الأمنية والرجلسية له وفي الاجتماع شدد الوكيل الباكري على ضرورة أن يكون التنظيم لهذه التظاهر الثقافية التي تشهدها المحافظة لأول مرة بمستوى يليق بهذا الحدث أكد على ضرورة أن تأكس الفعاليات المصاحبة للمعرض من محاضرات وندوات ثقافية وأدبية وفنية وفلكلورية عرهقة وغنى المحافظة بالموروث الثقافي والحضاري وتراث إنساني عالمي الذي تزخر به مأرب ويعد واحدا من المقاصد السياحية العالمية يفتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مدريات الوادي والصحراء صام الكثيري اليوم في المركز الصحي بحي القرن بمدينة سيئون مشروع تزويد المركز بمنظومة الطاقة الشمسية ضمن 14 مركزا صحيا في مدريتي سيئون وشبام الممول من جمعية العون المباشر لضمان استمرارية خدمات تلك المراكز وعدم توقفها عن العمل وتعرف الوكيل الكثيري أثناء تتشين العمل بالمشروع من مدير مشاريع المياه والإنشاء بجمعية العون المباشر المهندس أحمد وهاب تعرف على شرحا عن مكونات المشروع الذي يشمل تزويد 14 مركزا صحيا في مدريتي سيئون وشبام بمنظومة الطاقة الشمسية وذلك في إطار التدخلات الجمعية لمساندة خدمات تلك المراكز وضمان استمراريتها شاكرا تعاون المسؤولين في السلطة المحلية والصحة لتقديم مزيد من التسهيلات التي من شأنها خلال مزيد من التكامل بين الجهود الحكومية والأهلية لتحسين الخدمات الرئيسة وفي مقدمتها الصحة أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الشباب الدكتور منير لمع دعم الوزارة مساندتها للمنظمات الشبابية بهدف تعزيز الشراكة بين المنظمات الشبابية وزارة الشباب والرياضة بما يسهم في تنمية الشباب في مجالات التأهيل والتدريب وخلق فرص العمل جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن مندوبية المؤسسات والمنظمات الشبابية الفاعلة بعدن وأشهد الوكيل لمع بدور قطاع الشباب ومنظمات المجتمع المدني في خدمة المواطن والمجتمع خلال الفترة الماضية منوها بأهمية شراكة الوزارة مع المنظمات الشبابية من أجل إنجاح خطة الوزارة القادمة المتمثلة بجعل 2021 عام استكمال كافة المشاريع الرياضية في مختلف المحافظات بدورهم أكد مندوبو المنظمات والمؤسسات الشبابية على أهمية تحقيق شراكة حقيقية بين الوزارة والمنظمات لجاح أعمالهم ومشاريعهم القادمة مشيدنا بدعم وزارة الشباب والرياضة لمختلف المبادرات الشبابية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية حضر اللقاء الوكيل المساعد لقطاع الشباب بالوزارة عبدالله مهيم ومدير عام الدراسات البحوث الشبابية بالوزارة عبدالمعين الحماطي ومدير عام تنمية الشباب بالوزارة عبدالله البكري عقد بمبنى الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بالعاصمة المؤقتة عدن لقاء موسع بين إدارتي الشركة اليمنية لاستثمارات النفطية والمعدنية وشركة صافر النفطية برئاستي دكتور عبدالله عمير المدير العام التنفيذي لشركة اليمنية لاستثمارات النفطية والمعدنية والمهدس سالم محمد سالم كعيتي المدير التنفيذي لشركة صافر وذلك بناء على توجهات وزير النفط والمعادن عبد السلام بعبود وذلك لتعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الوطنية العاملة في قطاع النفط وقد كل سلقاء لمناقشة عدد من القضايا والمضوعات المتعلقة بتفعيل التعاون والتنسيق بين الشركتين خصوصا في مجال تصدير النفط الذي يتم عبر منشأة وخط قطاع أربعة تابع لشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية دشن مدير عام مدرية المنصورة بمحافظة عدن أحمد علي الداودي العمل في مشروع إعادة تأهيل وترميم سوق اللحوم المركزي في المدرية البالغ تكلفته 48 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية في المدرية وفي تتشين استمع داودي من المهندس المشرف للمشروع نعمان أحمد عبد الله إلى شرح مفصل عن مكونات العمل في المشروع الذي يتضمن الترميم والصيانة السوق الذي يضم 13 محلا مشيرا إلى أنه سيتم إضافة ثمانية محال أخرى في السوق وحث داودي القائمين على المشروع بمضاعفة الجهود لإنجاز كافة الأعمال المطلوبة لممشانه عادة تفعيل السوق وتهيئته لإدخال الباع فيه لكي يقدم خدماته للمواطنين بالشكل المطلوب بعد توقف دام أكثر من 15 عاما وخلال التشيين أكد لداودي أن المشروع يأتي ضمن اهتمامات وحرص قيادة السلطة المحلية في عادة تفعيل مرافق مؤسسات الدولة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تحسينها تفقد مدير عام مدرية خنفر بمحافظة أبيان ناصر المنصري ومدير مكتب الشؤول الاجتماعية والعمل مدرية خنفر ذياب الباهزي سير العمل بمركز أطفال التوحد بجعار التابع للمركز الرئيس بالحصن وخلال الزيارات طافوا بغرف التأهيل واستمع المنصري لشرح من قبل رئيس المركز الرئيس لذوي الاحتياجات الخاصة بالحصن بخنفر مفيد صالح حسين حول سير العملية التعليمية لذوي أطفال التوحد صعوبات التي تواجه المركز وأهمها البحث عن مقر واسع وأثاث مكتبي لحفظ وتدوين معلومات أطفال التوحد وسائل تعليمية وترفيهية معالجة أوضاع المعلمات بعمل لهن تعاقد شهري لتحسين وضعهن المعيشي من جانبه أكد المنصري على الاهتمام ودعم شريحة أطفال التوحد وتأهيلهم وانخراطهم في المجتمع والبحث لدى الجهات الداعمة للنهوض بنشاط المركز الجدير بالذكرى أن عدد أطفال التوحد في مدريتي خفر زنجبار مئة طفل وطفلة من مختلف مدريات محافظات يابيان رفد البرنامج الوطني للإمداد الدوائي أدوية ومستزمات طبية ومحاليل وريدية بصورة عاجلة تلبية للنداء الذي قدمته محافظة البيضاء لإنقاذ الجرحى المصابين في تفجير حادثة انفجار محطة الغاز المنزلي وقالت مدير البرنامج الوطني لإمداد الدوائي دكتور سعاد عبد ميسري تم صرف أدوية ومستزمات طبية ومحاليل وريدية بصورة عاجلة تلبية للنداء الذي قدمته محافظة البيضاء لإنقاذ الجرحى المصابين في تفجير حادثة انفجار محطة الغاز المنزلي مشارة إلى أن البرامج الوطني للإمداد الدوائي يحاول مدى يد العون بالإمكانيات المتاحة ورد المحافظات اليمنية بالأدوية والمنستزمات الطبية والمحاليل الوريدية خصوصا المحافظات التي تواجه أزمات إيمانا منها بتحسين الأوضاع الراهنة بالبلاد لتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطنين من جانبه قال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالبيضاء الدكتور فايز الوحيشي إن شحنة الأدوية التي تم استلامها تحتوي على أدوية متنوعة منها الألبومين لعلاج مثل هذه الإصابات ووقتات جراحية ومحاليل وريدية وأدوية ومستزمات طبية خاصة بمعالجة حالات الحروق بعد اتفاع حالات الإصابة التي استقبل المستشفى أغلبها مشهد أن بجهود الكوادر الصحية التي استنفرت وقامت بدورها الطبي والإنساني بشكل إيجابي يشكرون عليه الخبر الأخير في هذه النشرة دشن مدير عام المؤسسة المحلية للمياه الصرف الصحي بمحافظة أبيان المهندس صالح بالعيدي وفريق الصندوق الاجتماعي للتنمية فرعدا بدء العمل وتسليم المقاول مشروع توريدي وتركيب منظومة طاقة شمسية لتشغيل مضخة الرافع لمياه الصرف الصحي بمديرية الكود وتأهيل مبنى المحطة وإعادة تهيل أحواض التجميع وفي تشين كداب العيدي أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في الحد من طفح مياه الصرف الصحي أثناء قطاعات التيار الكهربائي نظرا لاستمرارية عمل المضخة بطاقة شمسية خلال النهار مثمنا تدخلات الصندوق الاجتماعي في هذا المجال نهاية الأخبار المحلية أشكر لكم موطيب المتابعة دمتم بخير في أمان الله ترجمة نانسي قنقر